في مارس من العام 2015 هاجمت ميليشيات المخلوع صالح والحوثي مدينة عدن اثر انتقال الرئيس عبد الرب منصر هادي لليقامة فيها بعد اسقاط العاصمة صنعاء ومؤسسة الدولة لم يكن هجوم المخلوع صالح والحوثيين على عدن مجرد ملاحقة للسلطة الشرعية وحسب وانما كان محاولة لاذلال عدن والمدن اليمنية الثائرة كما انه اخذ بعدا اقليميا له علاقة برسائل ارادت ايران ايصالها للاقليم من خلال استعراض القوات العسكرية والقدرات التسليحية لوكاليها المحليين الذين كلفتهم باستكمال مهمة السيطرة على اليمن والتحكم بمضيق باب المندب لكن غير المتوقع بالنسبة للحوثيين والمخلوع صالح وقع فعليا اذ قاومت عدن ببسالة منقاطعة النظير الى ان جاء الرد الاهم والمفاجع على الحوثيين وايران في عشية يوم السادس والعشرين من مارس من خلال انطلاق عمليات التحالف العربي والتي عرفت بعاصفة الحزمة شاركت فيها عشر الدول عربية حمل تهدافا معلنة ترتكز في اساسها على استعادة الشرعية واسقاط الانقلاب المدعوم من ايران ومنع الحوثيين والمخلوع صالح من السيطرة على خاصرة الخليج بالقوة هنا تغيرت المعادلة عسكريا وسياسيا وادرك الحوثيون والمخلوق خطورة اندفاعهم وغمرت ايران حالة من الارباك وبدأ العد التنازل لسيطرة الحوثيين على اليمن وفيما كانت دائرة سيطرتهم تنكمش باستمرار كانت خارطة الجيش الوطني والمقاومة تتسع مسنودة بطائر التحالف العربي استمرت عاصفة الحزم لشهور منذ انطلاقها قبل ان تتحول الى اعادة الامل ومنذ ذلك الحين تحققت مكاسب عسكرية مهمة ظلت تترسخ وتتسع مع الوقت بدءا من تحرير عدن والمحافظات الجنوبية ومأرب والجو فصولا الى مشارف صنعاء بمنطقة نهم واجزاء واسعة من محافظات تعز والبيضاء والضالع ومؤخرا المخى لكن ايران لا تزال مستمرة في عملية تهريب الاسلحة للحوثيين ولم تنجح بعد عملية التحالف العربي في منع ايران من استمرار تهريب اسلحتها لعرقلة السلام وتهديد امن اليامن والسعودية بل انها زادت في الشهور الاخرة من حيث تكثيف امدادات السلاح وفقا لرويتارز وهذا يطرح سؤالا عن كيف يمكن ان تتحقق بقية اهداف التحالف في استعادة الشرعية وانهاء انقلاب الحوثيين والمخلوع الصالح ومنع ايران من تهريب الاسلحة ترجمة نانسي قنقر